وصلت مؤسسة حياة كريمة جهودها لتنفيذ مبادرة أنت الحياة بمحافظة الشرقية لليوم الخامس على التواليد يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بالتنصيق مع مدريات الصحة والثقافة والشباب والمجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة مشارك مع مؤسسة حياة كريمة في مبادرة أنت الحياة بأكتر من نشاط من ضمنها تدريبات الحرفية مشاركين بستة تدريبات حرفية الرسمة على القماش، الرسمة على الخشب، خرز النول، صناعة الصبون وصناعة منتجات بالمزايك، الزجاج المعشق مستهدفين 120 سيدة من أهالي القرية تدربنا خلال ستة أيام فاليوم السادس ده بيكون نحن بنفنش خلاص القطع بتاعتنا اتعلموا ازاي يفنشوها ويورنشوها بشكل كويس ازاي لو عاملين إطار البرواز مثلا أو مراية نبدأ نركب المرايات فيه ازاي فكنا بنقفل كل المنتجات لو فيه تطش صغير بنحطه عشان يقدروا انهم يشوفوا لو هنعمل مشروع يبدأوا يفتحوا مشاريعهم ازاي يعني خلصنا الشغل اللي احنا عملناه وبنشطبه وبنشوف حاجة نقصة كده البراويز برضو عملناه بالشام وركبنا فيها المرايات ترجمة نانسي قنقر